السلام عليكم اخواني اخواتي كديري لبس عليكم هاد الفيديو هو تحت طلب العديد من الاخوات الفيديو بالضبط درتوش حال هادا ولكن المونتاج غادي بليكم مرة تنهضر مرة كدلك تنكون في المحل يعني غادي بليكم السوس مغير هكا واكا علاش باش نيت صراحة من الخير لانه وبغيت نوتق هاد الشي قبل ما يدلوا لنا فيه الحاشارات فغدا نشوفو ان شاء الله إلا تزاد شي حاجة نقصد شي حاجة فكل شي غادي بقى ان شاء الله في هاد الفيديو عند قناة اميرة بغيت نقول لكم كما تشوفو را ما مكسوبش حنا بالنسبة اللي دلي حدايا المثلا المكونات في كل مثلا كرواسة ولا خبز فخاص ضروري نجيل هاد البلاصة باش نشوف لهذا قررس انني نبداليكم بالخبز اللي خارج مثلا هادك المخباز الصغيرة فغدا نبداليكم اولا بهاد شي اللي لقيت هنا فغدا نبداليكم بكل خبز غدا نسميه رقم علاش باش تنتوا ما تعتوني الرأي ديالكم في الماضا قديالو وان شوزوين لا خائبة ارى ختكم با مجربتش حاجة من هذه شي اول دقيق حتي اعجبني الغوقن لي هو دقيق الجودر كافة دقيق الجودر الكاملة امشو مشوف المكونات بعدها اعجبتني واحدة حاجة نقرينها تبيغان دونك حالان طيبا ان شاء الله خاسنا اعرض بل فقط من مسألة ديال وجفيه الكحول الكحول ما كاناش ولكن تقريبا كله نقيق الجودر او في حتا غيباليكم هنا بحالة زريعة هذا الخبز الثاني تهوه بحال هذا الخبز الثاني هذا الخبز الثاني تهوه خمسة في المياه شئة فضر شئة وفي حتى الزرارة بحال الزرارة الكتان الزرارة النوار الشمس في الخميرة البلدية والخميرة العادية ممكن يخلطوا ماء ودائرين فيه الشوفان ودائرين فيه الدقيق الفورس وفيه حتى الجودر المهم احتوى تيبن مزيان هذا الثامن دياله أورو 29 سوف يباليكم خلق بالفورس المهم احتوى تهوه بيو كاسبين غوغن دقيق الشوضاء الكامل فيه 29% وعشرين ديال 26% قلق خميرة البلدية اللي مصابه بطبيعة الحل من دقيق الجودر وعاد فيه تهوه تهوان ثماتسوكا سيرو فيه الملحة فيه الخميرة فيه هذا فيه تهوه الزرارع ولكن زرعه ديال انور الشمس ها هي مكتوبة في الباكية يعني فيه تهوه زوين الثامن دياله أورو 8 حيث بيو هذا فيه النسبة الكبيرة هو الدقيق القديم وفيه 5% ديال زرعه ديال نور الشمس كما تتشوفو فيغان حلالا طيبا ما فيه سحاجة فيها الكحول وفيه السكر هذا ما فيش سيغوب وفيه سيغوب يعني غادي يكون حلو بزاف وفيه دقيق ديال الفورس والزيت ديال الغبس وغاليبا لكم هنا حتى دقيق الجودر مقرمش يعني ما عرفت على شك يديروا واقع لك يجيبنين والله أعلم ومتدى حلالا طيبا بعد المشيون خمز راقم الخمسة وهذا بالضبط خاص نردو بالنا مع المكونات حيث اسميته آيفايس بغوث وهذا النوع اللي يقدر يتقلب حشارات المهم غدا نمشي لكم المكونات الأساسي فيه المهم العديد من البودور هذيك شي ديال زريعة الكتان والزنجلان والشمس والصوجة بنيسبة كبيرة فيه دقيق القمح الكامل وفيه الفورس وفيه ناطريوم السيطات اللي كتقوم بالتحكم في الأحماض في الطعام بصيفة عامة وغدا تلقاوا فيه حتى الأب في الفازة اللي كتعني الياف التفاح اللي تستخرج من التفاح برأس ويعني تتجفة ويبداين بحل شي غبرة بحل شي بودرة المهم كله في السليم ما كان حتى مشكل مثلا خطيرا على الصحة ومثلا فيهم شي نقوله مشبوهين لا نهائيا وأبدا وخاكك كل شي في السليم بعد انتقل بكم الخبز رقم 6 وكما تتشوفوا غير من اللون دياله وغادي بليكم خمسة وخمسين في المئة فيه فورس فيه الماء فيه كدلك واحد ثلاثة وثلاثين في المئة ديال الخميرة البلدية الخميرة اللي مساوبة بدقيق الجودر وفيه الملح فيه الخميرة العادية وفيه تهوه هدك ناتريوم السيطات اللي قتلكم أسيطات السوديوم بالعربية اللي هو مادة حافظة تديروا في الخبز في السليم يعني ما فيه شي مشكل حد الآن بالنسبة غدا ندوزوا الرقم 7 غدا تتفاجئوا هذا بحالو بحال رقم 6 ففوتو كوبي غير غادي بليكم هنا الخبزة كيفة جدايرة وهناي الشكل دياله كيفة جداير هانتم والله لفوتو كوبي من ناحية المكونات نحد الآن هاد شي كامل يبريسكم حالالا طيبا هادا رقم 8 مصاوب زريعة الكتان قال لك وزريعة ديالنوار الشمس يعني في كينفل الباكية هنا مكتوبة فيغان النسبة الكبيرة هو الطحين ديال الفورس 49% فيه حتى رقائق ديال الشوفان وفيه الزرارة فعلا فيعلا كينفل المكونات غدا ندوزوا الخبز رقم 9 وهذا لي الاسم دياله خبز مخلط ديال الجوضار غدا تلقوا فيعلا 32% في المكونات 28% ديال دقيق الفورس الخميرة البلدية الملحة والماء وكذلك الخميرة العادية المهم بصفة عامل اللي عجبني في هذا الخبز انه ما فيش نهائي سكر يعني في المكونات ما كيناش له ولا سيروب لا تحاجق وفيغان حلالا طيبا اكيد ومن ناحية المكونات صراحة مزيلا وخا كنت كنفضل انه يتكون مثلا جوضر كتر من الفورس نجيو اللي طوص اللي هادو ديال ليسان تويتش بصيفة عامة المهم ببديت لكم بهذا اللي كاتبين فول كورن يعني دقيق قمح كامل باش مصاوب مشو المكونات 57% البنات وعود ثاني ديالي مصاوبين وحتوا بالخميرة البلدية اللي مستخرج من دقيق ديال القمح الكامل اللي غدا تلاحظونا اللي ما يعيش بكم شو السكر سكر طاغل بنتي يكون في هد اللي التوست الاغلبية ديالهم فيه مسكر مجهد فاردو بلكم عوليداتكم بالنسبة لهذا اميريكان ستايل المهم تهو حلالة طيبا ما بنتي يتحاجة شبوها ونفس الشيء بالنسبة لهذا هنتم سكر ولكن سو بيضا غير بالفورس غدا ندوزوا الخبز والتوست رقم 12 وهذا بالطب تشاركوه معي العديد من الاخوات في الانستغرام تيشريوهم مستخرج من القمح الكامل غدا نمشو المكونات غدا نلقى ماشي 100% لا غدا 58% اللي بقى يقمح كامل وعدزدوا عليه الفورس وفي هذه المادة الحافظة وفيش حال من حاجة ولكن كله كيبقى في السليم يعني ماشي شي حاجة خايبة على الصحة صراحة الحد الان انا بوزيتيف كما تيقولو الالمان يبغاشت يعني ماشي صراحة توقعت كوارد توقعت انه يكونوا شحوم تونائية انه يكون الكحول لحد الان غدا ننتقد فقط السكريات الكثيرة اللي شفتها وللقيتها في العديد منها المنتوجات ما شغل السكريات حتى تلك السيروب السيروب كاراميل سيروب ما نعرف اشنو بعدها نمشيو الخبز رقم 13 وهاد النوع تيكون طايب نص طايبة ما تيكونش في البلاصة ديالكلاجة تيكونت هو في البلاصة ديالالخبازاز ما اللي كنديروه في الفران عاد كيكمل طياب ويمكن ما تتشوفو كلمة فيغان بما انه اسمته اذا غدا نفهمو انه فرص يعني قمح طاري نسبة كبيرة وعاد فيه كدليك الفلوك الرقائق ديالكل دقيق البطاطس المهم فيه المونون هاد الكلمة كتعني شحوم تونائية فيتشارحها لكم إلا كانت بعض المرات كتكون من مستخرجة من دهو الخنزير فبالتالي كتكون حرام ولكنت من زيوت نباتية كتكون حلال فاد الحالة حلالا طيبا حيث مكتوبة فيغان وعاد بين قوسين تمام كتوبة انه الاصل ديالذك الزيت رأصله نباتيون وبالتالي هاد المنتوج غدا نقول في السليم يعني حلالا طيبا غير غير ما عجبتنيش هاد الكترت المكونات وكما ستعرفو هاد النوع بالضبط باش يبقى محافظ على راسه تزيدو مكونات اخرى هادك الشي علاش انا قلت ما بالنسبة لي متنفضلش نهائيا هاد النوع ديال الخبز نشري قبل ما نشارك معاكم مكونات الخبز اللي اللي لقيت في الفيترينا ديال ليدل ابغيت نبرتاجي معاكم هاد المسألة ديال مثلا نمشيوا الال ديو سويد باش تشوفو ونديروا واحد المقارنة شوفوا لي هنا يشحل ديال المكونات مكونات مثلا في هاد الخبز واصلا ديو سويد داير هادوك المكونات تحت الخبز وفعلا نخذكم كان صوار كان بدلا نكبر في الصورة وكيبالية شنو كاين تمادك لن حقا ذاك الخبز رمشبوه شو حومون تونائية ايجي ودابا رجعوا الليدل الليدل اولا يعني مثلا سنهضر على هاد اللي حداية هما مشية واحد بزاف هما رحيتشوف تخذكم هادة مثلا خمسة وخمسين سنت كبيرة والتحت قاعي لو بغيتتعرفوا المكونات سيري الغيقال واحد الغيقال تم ما غدا تلقى هادة شي مصور انا غدا نوريكم شنو القيت يعني هانتو ما شنو القيت شنو والفرق ما بين هاد الشي وهادك شي اللي وريتكم و بغيت نسولكم وشانتو ما عندكم هاد المكونات فاتك الفيترينة كلمة فيغان 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 اوكي غدا نقولو حلالا طيبا ولكن را البغيتشين ما فيش غير الفورص را فيه الخميرة وفيه مكونات اخرى وما تنساوش هذا الخبز كامل را ما تيجيش هاكك كيجي من شركات اخرى خاصة تعطيهم المكونات بش يقولوهم لينا هاد الشي ما كاينش يعني كما تشوفو بالنسبة اللي دلاتة اللي حدايا هاشنو القيت هاخذكم شنو القات بالنسبة ليش حل من منتوجة أنا مشبوه غدا نسميه مشبوه علاش حيث ما فيش ما فيش الحقيقة ما فيش بأدق التفاصيل كما دير الديسو هنا ما كاين الشفافية فليهذا ما عرفتش قولوا لي انتو معافكم في التعليقات وش انتو معندكم نفس المشكل والموصيبة الاكبر كيما تشوفو هنا مثلا هاديك دونات فيها الفابشتوف وما ديرينش ليه المصدر ديل هذك الفابشتوف وشو اشتس كارمين يعني من الحشارات ولا مش من الحشارات وبالنسبة ايضا بصفة عامة هاد الخبز اللي كان في الفيترينا مثلا اللي في الليد الحدايا ما نقدرش نشريه حيث ما عرفش بأدق التفاصيل شنين مكونات دياله وذا بغت عاد نقول لكم وصلت نهاية الفيديو ديالي تنسونا ان هنا الاعجاب ديالكم تنشكركم على المتابعة والى فيديو قادم ان شاء الله